مرحبا أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من تفقيف صيدلاني اليوم عندنا مراجعات صيدلانية جديدة ورح نحكي لكم عن الكارب اكس المنتج الخاص بالتحكم بالوزن وتقليل امتصاص الكاربوهايدرات بس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة فعل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول ويريد تدعمونا من خلال الاعجاب بهذا الفيديو ونشروا بين الاصدقاء وبسرعة خلينا نبلش الكارب اكس هو منتج جديد في السوق الاردني بيتكون بشكل اساسي من مستخلصات حبوب الفاصولية البيضاء اللي بتعمل بشكل اساسي على تقليل امتصاص الكاربوهايدرات بالتالي التحكم بالوزن وانقاص الوزن عند الاشخاص اللي بعانوا من زيادة الوزن او السمنة وبداية لازم نكون متفقين ان الفاصولية وبمختلف انواحها سواء البيضاء او الحمراء او السوداء او المخططة او غيرها من الانواع تعتبر من اكثر انواع الحبوب اللي بتحتوي على قيمة غذائية لاجسامنا فبالاضافة لاحتوائها على الكاربوهايدرات المعقدة وعلى الالياف فهي تعتبر مصدر اساسي ومهم جدا للبروتين فكل 100 جرام من الفاصولية فيها 9 جرامات تقريبا من البروتين اللي يعتبر خيار مناسب للاشخاص النباتيين اللي ما بيتناولوا اللحوم في نظامهم الغذائي او زي ما بسموها الفاصولية لحمة الفقراء ومن الامور المميزة في الفاصولية واللي بتخليها خيار غذائي متكامل وسيلة امنة لخسارة الوزن هو طبيعة الكاربوهايدرات اللي موجودة فيها فالكاربوهايدرات اللي موجودة في الفاصولية بتيجي على شكل بنسمي كاربوهايدرات نشوية طويلة السلسلة وصعبة جدا ومعقدة في التحليل هالاشي اللي بيخليها صعبة الامتصاص داخل اجسامنا على سبيل المثال 30 ل 40 بالمية من الكاربوهايدرات اللي موجودة في الفاصولية بتيجي من نوع الاميلوز اللي ما بيمتص نهائيا داخل اجسامنا ولهذا السبب تعتبر الفاصولية من أقل الحبوب تأثيرا على ما يسمى وهو المؤشر اللي بيتحكم أو بقيس مدى تأثير الغذاء في رفع مستويات السكر في الدم ومن الأمور الإضافية بالفاصولية واللي بتخليها خيار مناسب للتحكم بالوزن وخسارته هو الألياف فالفاصولية بتزودنا بأنواع من الألياف غير قابل للذوبان مثل الألفا جالاكتوسايدز اللي بتمتاز بزيادة شعورنا بالشبع بالإضافة إلى زيادة حركة الأمعاء وممكن تسبب الإسهل بالإضافة للمعلومات السابقة فالمكون الأساسي اللي موجود في حبوب الفاصولية البيضاء واللي بيعتمد عليه منتج الكارب إكس للتحكم بالوزن وتقليل امتصاص الكربوهايدرات هو مادة بنسميها الفيزولامين هاي المادة بتقلل من إفراز إنزيم بنسميه الألفا أميليز هذا الإنزيم اللي وظيفته هضم السكريات والنشويات وتحويلها إلى جزيئات بسيطة جدا يسهل امتصاصها بالتالي تقليل إفراز هذا الإنزيم رح يقلل من كمية الكاربوهايدرات اللي بيمتصها جسمنا وعلى هذا الأساس بتم أخذ حبوب الكارب إكس قبل الوجبات النشوية كجزء أساسي من الحل هاي المشكلة والتحكم بالوزن أما بالنسبة للدراسات العلمية والأبحاث على مدى فعالية الفاصولية في تقليل امتصاص الكاربوهايدرات والتحكم في الوزن ففي عنا دراسة أجرت بالألفين وعشرة على ثلاثين شخص مصابين بالسمنة خليني أحكي لكم ياها الثلاثين شخص كان معدل أعمارهم بين الثمانية وعشرين سنة والأربعة واربعين سنة جميعهم يعانوا من السمنة المفرطة مع معدل كتلة جسم بي أم آي بيتجاوز ثلاثين زائد ناقص أربعة ونصف كيلو لكل متر من مساحة جسم الشخص هذالأشخاص قسموهم لمجموعتين الأولى ألزموهم بإتباع نظام غذائي منخفض السعرات بالإضافة إلى أخذ ثلاث إلى اربع وجبات من الفاصولية وغيرها من البقوليات أسبوعيا أما المجموعة الثانية فألزموهم بنفس النظام الغذائي منخفض السعرات لكن بدون أخذ البقوليات في ختام هذه الدراسة لاحظوا أن المجموعة الأولى اللي نظامها الغذائي كان بيحتوي على الفاصولية لاحظوا انخفاض في الوزن يعادل 7.8 كيلو جرم أما الأشخاص الذين كانوا نظامهم الغذائي منخفض السعرات وبدون فاصولية كان معدل خسارة الوزن 5.3 وعلى هذا الأساس تم الإيصاء باستخدام الفاصولية كجزء من نظام الغذائي لخفض الوزن وخسارة الوزن بشكل سريع وآمن الخلاصة منتج الكارب إكس وبسبب احتواءه على مستخلصات حبوب الفاصولية البيضاء يعتبر خيار آمن لتقليل امتصاص الكربوهيدرات والتحكم بالوزن خصوصا عند الأشخاص اللي بعانوا من السمنة أو الأشخاص المصابين بالسكري لأي معلومات إضافية بتقدروا تتواصلوا مع الدكتور الخاص بالترويج لهذا المنتج وهو الدكتور الصيدلاني محمد عبدربو ورح يعطيكم كل التفاصيل اللي بتحتاجوها هذا كان كل إشي حبينا نقدم لكم اليوم بس استنوا ظل في معنا عجوثين مقدمات من الشركة لاثنين من الأشخاص يجربوهم ويعطونا الفيدباك أو انطباعاتهم عن مدى تحسنهم واستجابتهم لهذا المنتج كل اللي عليكم تعملوه تترك تعليق في خامة التعليقات ورح نعمل سحب عشوائي عشان نربح شخصين عبوتين من منتج كاربيكس هاي كانت كل المعلومات اللي معنا لليوم لا تنسوا تدعمونا من خلال نشركم لهذا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بنشوفكم فيديو جديد ويعطيكم العافية سلام